موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وطني يا وطن التين والزيتون والشهداء ورحم الله شهداءنا الأبرار أهلاً وسهلاً بكم طلاب الثانوية العامة في هذا اللقاء التفاعلي في مادة الأحياء وأدعوكم أعزائي للمشاركة لاستقبال استفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة بداية سأبتدئ اليوم في الفصل الدراسي الثاني في الوحدة الثالثة أجهزة جسم الإنسان وسأتناول الفصل الأول وهو الجهاز الهيكلي كمراجعة عامة أولاً وظائف الجهاز الهيكلي مرة معاك عزيز الطالب وظائف الجهاز الهيكلي المتمثل في الدعامة، خزن الأملاح والدهون، إنتاج خلايا الدم، والحماية، والحركة طبعاً هناك الكثير من الأسئلة اللي ممكن نشوفها في امتحان الوزاري من الأمثلة على الأسئلة اللي ممكن نتوقعها للامتحان الوزاري فسر تشكل العظام مخزناً رئيسياً للأملاح والطاقة في الجسم طيب كيف تكون العظام مخزناً للأملاح؟ طبعاً العظام هي مخزن للأملاح لأنها تحتوي على أملاح الكالسيوم والفسفور طيب كيف تكون العظام مخزناً للطاقة؟ نلاحظ أنه في عندي مطلوبين بالسؤال تكون مخزناً بالطاقة لأن هذا العظم يحتوي على نخاع العظم الأصفر الذي يخزن الدهون ونحن نعرف أن الدهون هي المصدر الثاني للطاقة في جسم الإنسان أسئلة أخرى أي وظائف الجهاز الهيكلي تبرز أهميتها عند تعرض شخص لحادث سير؟ طبعاً عند حدوث حادث السير أهم وظيفة بتخدم الشخص هي حماية الأعضاء الداخلية من المواضيع المهمة التي أراها بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي هي أعداد العظام أتمنى عليكم عزاء الطلبة بالتركيز معي في أقسام الجهاز الهيكلي من حيث العدد وبإذن الله سوف نتفق على الأعداد بشكل نهائي ويعني بشكل لا يربككم في الامتحانات الوزارية طبعاً يقسم الجهاز الهيكلي من حيث العدد إلى الجهاز أو الهيكل المحوري وهو 80 عظمة والهيكل الطرفي 126 عظمة لو إحنا يجينا شفنا الهيكل المحوري يتكون من كما في الشكل من الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري أما الهيكل الطرفي متكون من الأطراف العلوية والسفلية والحزام الصدري وأيضاً الحزام الحوضي تعالوا أعزائي الطلبة لتفصيل الأعداد العظام بالتفصيل أولاً نيجي للهيكل المحوري عندي ثلاث أجزاء زي ما حكينا الجمجمة 22 عظمة والعمود الفقري 33 عظمة والقفص الصدري 25 عظمة طبعاً الجمجمة ما هو شكل العظام في الجمجمة؟ طبعاً نلاحظ أنها عظام مسننة ويوجد ثقب ماجنوم في قاعدة الجمجمة الذي يعمل على اتصال المخاع المستطيل مع الحبل الشوكي إذن هو مكان يمر منه النخاع المستطيل مع الحبل الشوكي وعدد العظام 22 عظمة أما العمود الفقري العمود الفقري له تقسيم العمود الفقري كي يكون كالآتي أولاً عندي العنقية فقرات عنقية وعددها 7 ثم الفقرات الصدرية وعددها 12 والفقرات القطنية عددها 5 وينتهي العمود الفقري بالعظام العجزية 5 والعصعصية وهي 4 عظام طبعاً نلاحظ أن العظام العصعصية والعجزية هي عظام ملتحمة ثابتة غير متحركة ويكون مجموعة 33 عظمة نأتي إلى القفص الصدري العدد العظام القفص الصدري طبعاً مننا نتعرف عليه ما هو القفص الصدري؟ هو مجموعة من الضلوع التي تتصل من الخلف بفقرات العمود الفقري وتتصل بالأمام بطبعاً عظمة القص ما هي أعداد هذه الأضلاع؟ سنرى أن 12 زوج من الأضلاع مقسمة ومفصلة كما يلي عندي 14 ضلع حقيقي 7 أزواج لماذا تميت حقيقية؟ لأنها متصلة بشكل مباشر بعظمة القص طيب في عندي كمان أضلاع كاذبة وعددها 3 أزواج أي 6 أضلاع وتكون متصلة بعظمة القص بشكل غير مباشر تظهر كأنها ملتحمة عندما تقترب إلى القص لذلك نقول طبعاً متصلة بشكل غير مباشر بعظمة القص آخر زوجين هما ضلعان طافيين وعددهما زوجان وهي العدد الكلي اللي هو أربع أضلاع تمام هذه بالنسبة لمجموعة هذه الثلاث أقسام سيكون 80 عظمة في الهيكل المحوري نيجي للهيكل الطرفي وعدده 126 عظمة مفصلة كالآتي نحن حكينا أنه في عندي الأطراف العلوية والأطراف السفلية والحزام الحوضي والحزام الصدري طيب أنا نيجي نفصل كل نوع كل هاي العظام عندي الطرف السفلي 30 عظمة والطرف العلوي 30 عظمة طيب إذا كان الطرف العلوي 30 عندي 30 زائد 30 60 عظمة طيب والطرف السفلي أيضا عندي 30 و30 بيطلع 60 60 زائد 60 120 ضل عندي 6 عظمات طبعا رح نوضحهم في الشكل اللي بعده طبعا بيحكي كنا أنه في معنى سؤال على عبر مواقع التواصل عندي سؤال ما عدد عظام القفص الصدري لأنه هنا اختلفت الأجوبة كثير ومش عارف شو أختار هل أختار 25 أو 27 لأنه يتم حساب فقرات صدرية معها ممتاز هلأ هذا السؤال طبعا نرجع للشريحة اللي قبلها عشان أوضح لك عزيزتي احنا حكينا أنه القفص الصدري بالنسبة للتقسيم بشكل عام رح نحكي أنه القفص الصدري يحتوي على 25 عظمة ولكن في الكتاب المقرر عندنا مكونات القفص الصدري هو عبارة عن طبعا ضلوع الفقرات الصدرية مع 12 زوج من الأضلع بالإضافة إلى عظمة القص فيكون مجموعها كاملا 37 إذن دائما جوابنا رح يكون برجوع للكتاب وهذا القفص حتى يكون قفص مغلق إذن يحتاج لتكميل المكون إلى الفقرات فالإجابة السليمة في هذه الحالة 37 وأنا أصلا يعني موضحيك إياها في شريحة لو انتظرت لكمان شوي تمام؟ طيب نجي نرجع لموضوع الهيكل الطرفي حكينا أنه كل طرف من الأطراف العلوية 30 عظمة 30 زائد 30 ستين والأطراف السفلية 30 زائد 30 أيضا ستين مجموههم 120 بضل 6 عظمات واللي هي الحزامان الحزام السطري والحوضي تفصيل الطرف السفلي كالتالي أولا الطرف السفلي بداية عظم الفخد كمان عندي عظمة الرضفة أيضا عظمتاء القصبة والشضية وهذه العظمتان تسمى عظمتاء الساق أيضا عندي عظام الكاحل وعددها 7 عظام وآخر شيء عندي القدم اللي مكونة من المشت والسلاميات المشت خمس عظمات والسلاميات 14 عظمة وهذه آخر جزئية اللي هي المشت والسلاميات تسمى القدم نلاحظ لازم أنه يا طلابنا الأعزاء أنه نركز على التسميات يعني في الامتحانات الوزارية ممكن يسألني ما عدد عظام القدم نلاحظ من الشكل أن القدم هو المشت والسلاميات إذن يساوي 19 عظمة طب إذا حكى لي ما هو عدد عظام الكاحل والقدم 19 زائد 7 بدي يكون 26 عظمة طب ما هي عدد عظام الساق الساق يعني قصب وشضية عظمتان تمام نيجي إلى الطرف العلوي ونشوف التفصيل أولا عندي عظمة واحدة التي تسمى عظمة العضض ثم عندي عظمتين الكعبرة والزند وتسمى الساعد ثم عندي عظام رسغ اليد وعددها ثمان عظمات آخر إشي عند المشط خمسة والسلاميات 14 وهذه الجزئتين تسمى إيش اليد نفس الإشي خلينا نيجي لسؤال وزاري ما هو عدد عظام اليد خمسة زائد 14 يكون 19 طيب ما هو عدد عظام الرسغ واليد رح يكون 19 زائد 8 بدي يكون 27 لاحظوا 27 هناك إحنا حسبنا 26 طب وين الفرق إيش العظمة اللي عملت طبعا موازنة بين الطرفين نلاحظ ما تنسى عزيز الطالب إنه الطرف السفلي يوجد فيه الرضفة اللي مش ما لا يوجد مقابله في الطرف العلوي تمام نيجي لنكمل اللي هو الجهاز أو الحزام الصدري والحزام الحوضي وهو يتبع للهيكل الطرفي الحزام الصدري ما هو الحزام الصدري؟ هو عبارة عن عظمتاء الترقوة وعظمتاء لوح الكتف وهو مجموعة عظام التي تربط الأطراف العلوية مع الهيكل المحوري تمام؟ طبعا هاي أربع عظمات ضل علينا عظمتين وهما الحزام الحوضي هون يا أحبائي لازم إنه ننتبه لهاي المعلومة في هذا العنوان عندي الحزام الحوضي فيه عظمتين شكله بيوحي إنه فيه أكثر من عظمة طب وين العظمتين يا ميس؟ عنا العظمة الكاملة اللي شكلها كبير وتسمى عظمة الورك من جهة تحتوي على هاي العظمة ومن الأمام بتتصل في طبعا هون مفصل غدروفي هذا المفصل غدروفي يسمى ارتفاق عاني وهذه العظمتات الورك تتصل من الخلف بمجموعة من الفقرات العجزية والعصعصية طيب لاحظوا أنا حطيت مؤشر على منطقة منطقة في عندي العظم يكون مسطح في هاي العظمة تسمى الحرقفة إذن ما هي الحرقفة؟ هي جزء من عظم الورك هنا هاي إذن الشكل أمامنا عبارة عن منشوف إنه في عندي عظمتين فقط وهين عظمتها الورك فاصل أحبائي ونرجع بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم من جديد أعزاء الطلبة نكمل في موضوع الجهاز الهيكلي وصلنا هون ملاحظات مهمة أولا مكونات القفص الصدري بصيغة مباشرة في كتابنا 12 زوج من الأضلاع زائد عظمة القص زائد الفقرات الصدرية وعددها 12 زوج 24 زائد 1 زائد الفقرات الصدرية عند 12 12 فقرة مجموعة 37 طبعا هذا السؤال قبل شوي أجاني وكان ممتاز لأنه من الأسئلة والقضايا اللي دائما تتكرر في الوزارة أيضا إذا سألنا ما هي مكونات الحزام الحوضي هي عبارة عن عظمتين فقط الجواب رح يكون اتنين طيب لو سألنا سؤال ما هي مكونات الحوض إذن في تسميتين عندنا لازم ننتبه إنه إذا أجانا مكونات الحوض لازم إنه طبعا نتذكر إنه عظمتين الحوض أو عظمتين أسفا الورك تتصل من الخلف بعدد من العظام العجزية والعصعصية طيب قداش عدد الفقرات العجزية والعصعصية العجزية عندي طبعا خمسة والعصعصية أربعة فبيطلعوا تسعة فإذا بحكي اتنين زائد تسعة شو بيطلع عندي إحدى عشر عظمة مكونات الحوض إحدى عشر عظمة تمام نيجي لسؤال طبعا التلاؤم هذا السؤال من الأسئلة المهمة في كل وحدة أجهزة جسم الإنسان دائما بيكون عندي تركيب بده يتلاؤم مع وظيفة معينة من الأمثلة على هذا الموضوع من الأسئلة في وحدة الجهاز أو في فصل الجهاز الهيكلي يتلاؤم تركيب العمود الفقري مع وظيفته وضح ذلك طيب كيف يتلاؤم تركيب العمود الفقري؟ أول إشي بدي أفكر إيش تركيب العمود الفقري عشان أربطه بالوظيفة؟ طيب مما يتكون العمود الفقري؟ من مجموعة من الفقرات طيب هاي الفقرات كيف شكلها؟ غير منتظم طيب تمام ماذا يوجد داخلها؟ في داخلها أنبوب هذا الأنبوب طبعا يسمح بمرور الحبل الشوكي في داخلها تمام فإذن يوفر الحماية للحبل الشوكي تمام أيضا كيف تترابط الفقرات العمود الفقري مع بعضها البعض؟ تترابط هذه عبر أقراص بينية ليفية غضروفية تمام؟ وهي تقوم على تحمل الضغط وتعطي المرونة لطبعا الجهاز أو العمود الفقري إذن يتكون من عظام غير منتظمة الشكل مرتبة فوق بعضها البعض تسمى فقرات يوفر دعامة للجسم يحمل الثقل ويشكل قناة يمر فيها الحبل الشوكي ثانيا اتصال الفقرات بواسطة أربطة يفصلها أقراص ليفية غضروفية هاي بتعطيني مرونة أثناء الحركة وتتحمل الضغط الواقع عليه طبعا الأقراص اللي فيها والغضروفية لحالها أجت في أسئلة وزارية سابقة ما هي وظيفة الأقراص اللي فيها الغضروفية؟ إذن عندي وظيفتين تمام نيجي بيخبروني أنه في عندنا سؤال ما عدد عظام اليد والرسغ بالضبط ومما تتكون اليد وما شكل عظام الرسغ والسلاميات الطالبة بلقيس لشيوخي؟ تمام نيجي لجزئية جزئية يا طالبتنا بلقيس أهلا وسهلا بكي ما عدد عظام اليد؟ طبعا عندي اليد حكينا مكونة من السلاميات والمشط 5 زائد 14 19 عظمة إذن أول سؤال عظام اليد 19 والرسغ عندي 8 عظمات تمام بالضبط إحنا هنا حطنا لك إياها اليد 19 والرسغ والرسغ 8 مع بعضهم بيطلعوا 27 عظمة تمام مما تتكون اليد حكينا اليد رح تستبعدي الرسغ يعني اليد مكونة من المشط والسلاميات فقط وما شكل عظام الرسغ؟ طبعا عظام الرسغ عظام قصيرة تمام؟ هي عظام قصيرة والسلاميات طبعا السلاميات غير مطلوبة منكم في الكتاب ليس غير موجودة بشكل بأشكال العظام تمام؟ إحنا في العظام من الأمثلة العظام القصيرة عندكم فقط موجود عندكم اللي هي مؤشر أو السهم في الكتاب رح تشوفوه في الشرائح اللي بعد هاي رح تشوفوه إنه بشكل كتاب حكي لكم بس عن الرسغ تمام أهلا وسهلا فيك يا بلقيس شكرا لسؤالك تمام نجي لأشكال العظام طبعا شاهد قبل شوي الطالبة اللي سألتنا عن عظام الرسغ نلاحظ إنها عظام قصيرة وغير مطلوب منكم إنكوا تحكوا عن العظام السلاميات تمام؟ ماشي عنا أكثر من عظمة هنا بالأشكال المطلوب إنه الطالب يكون ملم فيها ويا ريت نلتزم بأمثلة الكتاب أكيد عنا أمثلة كثيرة ولكن يفضل إنه الأسئلة رح تكون فقط في موضوع العظمات الموجودة بهذا الشكل أولا عظمة القص وهي عظمة مسطحة هل يوجد عظمة أخرى ذكرت في الكتاب ولازم أعرف إنها مسطحة؟ نعم هنا في لوح الكتف في شرح لوح الكتف موجود عندكم هي عظمة طبعا مسطحة كمان في عندي عظام ضاغطة للهواء مثال عليها العظام المكونة للأنف طبعا العظام المسننة من الأمثلة عليها اللي هي عظام طبعا الجمجمة المسننة عظام طويلة العضض والفخد قياسا عليها العظام السمسمية مثل الرضفة فقرات العمود الفقري هي عظام غير منتظمة وآخر إشي العظام القصيرة هي تكون بالرسو تمام؟ بيقبروني إنه فيه كمان سؤال وصلنا الشكل في السؤال التاسع صفحة 136 غير مطلوب في الأشكال موجود في الأسئلة نحفظه طبعا يريت الموجهين اللي معانا في غرفة المجاورة إنهم يشوفوا لي صفحة 126 إيش الشكل الموجود تمام إذن جميع الأشكال معانا مطلوبة ما لم يرد فيها كتاب رسمي تمام؟ طبعا تعالوا نيجي لأقسام الجهاز الهيكلي من حيث العدد طبعا هاي الشريحة طلاب الأعزاء من أجل التلخيص اللي بيحب يأخذ صورة للشاشة اللي بشكل عام أجملت كل طبعا أعداد العظمات في الجهاز الهيكلي نيجي لوصف تركيب النسيج العظمي إذن خلصنا الجزئية الأولى اللي هي أعداد العظام أما نيجي لموضوع الثاني اللي هي تركيب النسيج العظمي هذا الموضوع مهم العظم ما هو العظم؟ العظم هو نسيج ضام وهذا النسيج الضام يتكون من مجموعة من الخلايا طبعا يوجد بينها مادة بين خلوية لو قسمنا العنوان أو الشكل الأمامنا إلى قسمين كما موجود المكونات البين خلوية وعندي كمان المكونات الخلوية مين هي نسبتها أكبر؟ منلاحظ أن المكونات البين خلوية نسبتها 98% الأكثر تمام؟ وأيضا عند المكونات الحيوية الخلوية اللي هي اللي فيها خلايا اللي هي 2% طيب ما هي المكونات البين خلوية؟ اللي هي أملاح الكالسيوم طبعا اللي هي عبارة عن فوسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم وأملاح أخرى ونسبتها بتكون ثلثين كتلة العظم الأكثر طب ما هي وظيفة أملاح الكالسيوم الرئيسية في العظام؟ طعط الصلابة تمام؟ بعدين بدنا نفكر بألياف الأخرى اللي هي ألياف بروتين الكولاجين وبروتينات أخرى كم نسبتها ثلث؟ تمام؟ وهاي وظيفة طبعا هاي الألياف الكولاجين وظيفتها المرونة نيجي للمكونات الخلوية الخلايا الموجودة في العظام طبعا موجودة في نسيج عظمي على شكل عظم كثيف والعظم الكثيف والمكون الرئيسي له جهاز هافرس أيضا في عندي قد نجد منها شكل آخر هاي الخلايا مرتبة حالها في عظم اسفنجي نيجي لنوع نوع من هاي العظام بعد طبعا التعرف على نسبة الماء والأملاح في العظام عندنا نشاط بالكتاب وهذا النشاط قد يأتي منه صياغة لأسئلة وزارية إذن تعالوا نيجي نشوف إيش هذا النشاط ونفهم شو ممكن يجيب عليه سؤال طبعا هذا النشاط عندي عظمة منجيب هاي العظمة منوزنها على الميزان طلعت عندي هاي العظمة 10 غرامات تمام بعدين هاي العظمة رح أحطها في فرن تجفيف وأتركها لمدة نصف ساعة 30 دقيقة وبعدين وزنتها طبعا وزنها صار 7 و 14 غرام تمام هلأ ممكن يجيني سؤال عليها احسب نسبة الماء في العظام إذن المعطيات اللي لازم يعطينيها بالسؤال عشان أعرف أحسب نسبة الماء إنه وزن العظام أو كتلة العظمة قبل العظمة قبل التشفيف وكتلة العظمة بعد التشفيف رح نستخدم هذا القانون الموجود عندكم بالكتاب نسبة الماء في العظام تساوي الكتلة قبل التسخين ناقص الكتلة بعد التسخين على الكتلة قبل التسخين ضرب 100% لاحظوا إنه في البسط والمقام قبل قبل ما بدنا نقربط ما منه نحط تحت بعد بتغير الرقم تمام في سؤالي هون المثال 10 ناقص 7 و 14 على 10 ضرب 100% بيطلع عندي نسبة الماء في هذه العظمة طلعت معنا على فرض 26% طيب الاستنتاج ما هو الاستنتاج إذا فقدت هذه العظام الماء في التجربة بعد ما طلعناها من فرن التشفيف هاي العظمة إيش اللي صار فيها لاحظنا إنه أصبحت جافة وتفقد كفاءتها الحيوية طيب عندي كمان طبعا نشاط نكمل في الجزئية الثانية من النشاط بعد الفاصل ونعود أهلا وسهلا بكم مجددا طلابي طبعا نكمل بنشاط نسبة الماء والأملاح في العظام في الجزئية الأولى حسبنا نسبة الماء في العظام وكانت معانا 26% وسوف نكمل الجزء الثاني طبعا بدنا نأخذ هون العظمة اللي نتجت معانا أو اللي إحنا طبعا طلعت معانا اللي هي 7 و 14 بعد ما جففناها هذه العظمة سوف أستخدمها في الجزء الثاني معنا هاي العظمة اللي هي 7 و 14 جرام رح أجيبها وأحطها في كأس مليان في حمض هيدروكلوريك المخفف تقريبا كمية 300 مل من هذا من الـ HCL تمام ونتركها لمدة من 5 إلى 6 أيام ثم طبعا هاي العظمة نفسها بعد 5-6 أيام نجيبها ومنغسولها تحت الماء وبعدين بحطها في فرن تجفيف طبعا 30 دقيقة كل مرة بجففها نص ساعة بعدين بقيس أو بقيس كتلتها نلاحظ أنه هاي العظمة كتلتها هون 13 لاحظوا كم نزلت الكتلة كانت 7 و 14 نزلت 3 و 13 طيب طبعا اللي صار نقشه فيه الاستنتاجات ولكن من الأسئلة اللي ممكن يجيبون لنا إياها بالوزاري احسب نسبة الأملاح في العظام طبعا نسبة الأملاح في العظام تساوي الكتلة قبل استخدام الحمض طبعا ناقص الكتلة بعد استخدام الحمض على الكتلة قبل استخدام الحمض ضرب 100% طبعا عنا بالسؤال اللي هي 7 7 و 14 ناقص 3 و 3 3 و 13 على 7 و 14 طلع عندي نسبة الأملاح 56% طيب ايش اللي صار بالاستنتاجات العامة؟ من راجع الاستنتاج الأول أثر فقدان الماء في العظام طبعا قبل ما أجي للاستنتاج نشوف بيخبروني إنه في عندنا سؤال عظام مسننة هي الجمجمة عادي لو حكاها الواحد طبعا العظام المسننة من الأمثلة عليها اللي هي العظام الجمجمة تمام عظام الجمجمة عادي طيب نجي لإستنتاجات نشاطنا أثر فقدان الماء في العظام تصبح العظام جافة وتفقد كفاءتها الحيوية؟ هاي بالنسبة للماء أما بالنسبة للأملاح نلاحظ إنه العظمة صار فيها مرونة إذن تصبح العظام هشة سهلة الكسر لينة يعني ممكن إنه يصير فيها نستطيع إنه يمسك العظمة ونثنيها إلى اللي يطبقوا التجربة لينة وتفقد صلابتها تمام طب ماذا فعل حمض الهايدركلوريك في العظام؟ الحمض يعمل على سحب الأملاح ويذيب أملاح الكالسيوم وإحنا حكينا إنه أملاح الكالسيوم نسبتها ثلثين من المادة البينخلوية عشان هيك إذا حطوا الرقم في الوزن كان كثير كبير تمام طيب هل إذا فقد شخص ما الكالسيوم في عظامه؟ طبعا لما أحكي إذا فقد شخص ما يعني مش في المختبر أنا بحكي عن كائن حي إذا فقد الكالسيوم شو ممكن إنه يحدث لعظامه؟ إنه رح تفقد الصلابة وتصبح هشة سهلة الكسر فيصاب الشخص ببعض الأمراض المشهورة مثل هشاشة العظام ولين العظام والكساح تمام إحنا طبعا بنا نكمل في جزئية تركيب النسيج العظمي بس إنه لازم أول إشي نعرف العظم الكفيف والعظم الإسفنجي وين موجود؟ عساس إنه نناقش تركيب هذا العظم العظام طبعا هون عظمة طويلة أخذ مثال عظمة هاي عظمة طويلة فيها انتفاخ رؤوس العظام المتفخة تحتوي على عظم إسفنجي والذي يكون فيه تجاويف داخلها نخاع العظم الأحمر والنخاع الأحمر اللي طبعا وظيفته تصنيع مكونات الدم مصنع الدم تمام عنا كمان هذا الانتفاخ يوجد على سطحه من الأعلى والأسفل غضروف طبعا في عندي هناك طبقة خارجية رقيقة من النسيج الضام تسمى سمحاق خارجي للحماية والتفبيت في المكانها عندي تجويف داخل العظمة الطويلة هذا التجويف لاحظوا إنه فيه لون أصفر إذن فيها يحتوي على النخاع الأصفر اللي حكينا عنه إنه مصدر للطاقة طيب القشرة اللي بعد السمحاق الخارجي هاي الطبقة تسمى العظم الكثيف لاحظوا مواقع الأنسجة العظمية بالتراكيبية العظم الكثيف بدي يكون خارجي والعظم الإسفنجي بدي يكون في داخل الانتفاخات في القوص العظام هل يوجد مناطق أخرى يمكن ألاك فيها عظم إسفنجي أكيد بس أنه نوصله تعالوا نشوف تركيب العظم الكثيف ومن الأسئلة المكررة وزاريا اشرح تركيب جهاز هافرس كاد أن يتكرر كل سنة طبعا عندي مقطع عرضي في نسيج عظمي كثيف تمام ونلاحظ في هذا التركيب أنه عندي هذا جهاز هافرس جهاز هافرس عبارة عن صفوف من الخلايا مرتبة من خمس إلى ست صفوف ويتوسطها قناة طبعا كل بقعة لونها أسودها عبارة عن ثغرة هذه الثغرة في داخلها خلايا عظمية الخلايا العظمية طبعا سيكون بينها ترابط اسمه نسيج عظمي كيف تكون نسيج؟ لازم يكون فيه ترابط بين الخلية والخلية المجاورة إذن يوجد قنيات بين الثغرة والثغرة الأخرى ما وظيفة القنيات؟ أنه فيه امتدادات بروتوبلازمية للخلايا العظمية حتى يحدث ثباد المواد فيما بينها تمام أيضا في عندي القناة المركزية في منتصف جهاز هافرس تسمى قناة هافرس تمام عندي قناة هافرس هنا أيضا وهنا أيضا كيف تتصل قنوات هافرس مع بعضها البعض عن طريق قناة أخرى تسمى قناة فولكمان السؤال ما هي وظيفة قناة هافرس؟ قناة هافرس تحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب طبعا ما هي الأوعية الدموية؟ طبعا تأتي وتزود هذا النسيج بالغذاء والأكسجين طيب قناة فولكمان تصل بين قناة هافرس وقناة هافرس من جهة وأيضا تصل بين قناة فولكمان وفولكمان من جهة أخرى لدينا مقطع عرضي لنسيج أو لجهاز هافرس حقيقي تحت المجهر لاحظوا الشكل ونشوف من الأمثلة على الأسئلة الوزارية عام 2019 ما أهمية القنيات في النسيج العظم الكثيف؟ طبعا نشوف الخيارات المعاي تحتوي أعصابا وأوعية دموية؟ لا طبعا إحنا الأعصاب والأوعية الدموية موجودة وين؟ في قناة هافرس تمتد فيها الزوائد البروتوبلازمية؟ هل القنيات؟ نعم هي تمتد فيها الزوائد البروتوبلازمية طبعا نكمل الخيارات للتأكد تتواجد فيها الخلايا العظمية؟ لا الخلايا العظمية موجودة في الثغرة ترتبط مع قنوات فولكمان؟ لا طبعا هي تربط الخلايا مع بعضها البعض القنيات وليس مع القناة فولكمان طيب نكمل ونلاحظ مكان وجود العظام حكينا أنه أي انتفاخ في العظمة بالعظام الطويلة تحتوي داخلها على العظم الإسفنجي اللي بيكون مليان تجاويف وملئ بالنخاع الأحمر القشرة أو الطبقة الخارجية لكل العظام الموجودة في كل الجهاز الهيكلي مكونة من عظم كثيف والذي طبعا بيعمل لي حماية لمحتوياتها الداخلية طيب هل يوجد منطقة أخرى؟ ممكن أنه أجد فيها عظم إسفنجي نعم؟ طبعا نشوف الشكل عندي هون عظم الجمجمة المسننة هاي عظم مثلا مثال عليها العظمة هاي في عندي على أطرافها عظم كثيف قشرتين من الجهتين وفي منتصفها عظم إسفنجي إذن العظم الإسفنجي رح نلقى داخل في وسط العظام القصيرة وطبعا نوجده في رؤوس العظام المنتفخة وطبعا مثل الرسغ اليد مثلا نلاقي في نصفه في عندي عظم عظم إسفنجي تعالوا نيجي نشوف نماذج أسئلة أها معاي سؤال نشوف في خبروني طب سؤال يوم أقوم بإزالة الملح لازم أكون قبل أقوم بإزالة كمية من الماء ولا أقوم بإزالة الملح بدون إزالة الماء طبعا أنا وضحت لك في النشاط إنه العظمة اللي بدي أستخدمها في تجربة إزالة الأملاح أو أني أحسب نسبة الأملاح لازم تكون العظمة مجففة تمام؟ إنه أول إشي منجففها بعدين منحطها في الـ HCL إذن يكون في عندي دقة في تتبع التجربة إذن العظمة حلو سؤالك العظمة اللي منستخدمها لازم تكون مجففة بعدين منحطها في الـ HCL تمام؟ لمدة أسبوع بعدين منخسلها ومنجففها مرة ثانية شكرا لسؤالك تمام نماذج أسئلة أذكر أنواع الأنسجة العظمية طبعا مر معانا العظم الكثيف والعظم الإسفنجي وضح أهمية وجود العظم الكثيف على الطبقات الخارجية طبعا يعطيني قوة صلابة حماية بيّن كيف تحصل خلايا نسيج العظم الكثيف على الأكسوجين والغذاء طب حكينا طبعا من خلال الأوعية الدموية الموجودة في قناة هافرس نيجي لأسئلة أخرى نيجي نحكي عن العظم الإسفنجي ما هي خصائص العظم الإسفنجي؟ لاحظنا بالشكل أن العظم الإسفنجي يكون كثافته أقل من عظم الكثيف تمام؟ يعشان هيك سموه إسفنجي أيضا هذا العظم يكون مليء بالتجاويف وهذه التجاويف تحتوي على نخاع عظم أحمر ونخاع العظم الأحمر مسؤول عن إنتاج مكونات الخلوية للدم أيضا هذا العظم الإسفنجي لا يحتوي على أوعية دموية طب كيف يتغذى؟ يحصل على الأكسوجين والغذاء بالانتشار عبر القنيات التي تقع على سطح الصفائح تمام، بين أهمية العظم الإسفنجي بما أن العظم الإسفنجي أقل كثافة من العظم الكثيف فإنه يعطي الهيكل العظمي خفة وزن أيضا يوفر حماية لمين لنخاع العظم الموجود داخله وهذا سؤال وزاري مرة سابقا نأتي لأمثلة على أسئلة للتدريب على عدد العظام انتبهوا معي أعزاء الطلبة هذه الأسئلة كثير مفيدة في أي الفقرات الصدرية تتصل الضلوع الكاذبة؟ لاحظوا عندي أنا جبت لكم شكل العمود الفقري عساس أنه نتذكر عندي أي الفقرات الصدرية؟ إذا سألني عن الفقرات الصدرية بدي أحصر تفكيري أنه بدي أبلش رقم واحد في الفقرات الصدرية واللي عددها قداش؟ 12 فقرات صدرية طيب طبعا الضلوع الكاذبة عندي قبلها بيجي الحقيقية وعددها سبع أزواج إذن أول سبع أضلاع فقرات بيكون متصل بالأضلاع الحقيقية بعدين الثامن بيبلش يمسك فيه الأضلاع الكاذبة وبالتالي الجواب الصحيح ثمانية 19 لأنهم ثلاث أزواج من الضلوع الكاذبة تمام سؤال آخر للتدريب ما رقم الفقرة في العمود الفقري التي يرتبط معها الضلع الحقيقي الأخير في القفص الصدري لاحظوا طلبوا ما رقم الفقرة ما حكوا فقرة صدرية معناها بدي أبلش أعد وما أنسى الفقرات العنقية عندي سبعة عنقية وبدهم ضلع الحقيقي الأخير هم سبعة كمان تمام بيطلع سبعة زائد سبعة بدي يكون عددها أو عدد الفقرة اللي هي 14 سؤال آخر ما العبارة الصحيحة التي تتوافق مع الفقرات العظمية التي ترتيبها 30 تمام هذا السؤال عشان ما أخربت حالي تعالوا نفكر إيش الفقرة اللي رقمها 30 لازم أنا أتخيل العمود الفقري وأحكي سبعة زائد 12 بدي أوصل حي رقم 30 وأنا أكتشف إيش هاي العظمة منلاحظ إنه بالخيارات حكيين عن نوعها متحرك أو غير متحرك أيضا وإيش اسمها شو نوعها بدنا نكتشف طيب 12 زائد سبعة بيطلع عندي 19 زائد 5 24 كمان 5 29 إحنا ما وصلناش لسه زائد واحد بيطلع الأولى من العصعصية بتصير 30 إذن الأولى من العصعصية عصعصية مباشرة نحكي غير متحرك أكيد ولكنها تمثل الفقرة العصعصية الأولى بالآخر تمام بيحكولي إنه معانا سؤال ما الفرق بين التهاب المفاصل العظمي والغضروفي في المقارنة نكتب كل شيء عنهم طبعا رح أجاوبك عليه في عندي شريحة بتوضح لك أنواع الالتهابات أكيد رح نكتب كل الفروقات اللي بينهم طبعا رح تشوفي إنه الالتهاب المفصلي فيك كلمات مهمة لازم أنت تحكيها وتكون ملمة في جميع الفقراء في الكتاب مثل الكتاب طبعا بدنا نحكي إنه الالتهاب كمان النوع الثاني من الالتهاب المفصلي اللي هي الروماتيزمي اللي بيكون أحد أنواع التهاب الأمراض الجهاز المناعة الذاتي وهناك تشوه للعظام إلى آخره طبعا هاي لازم نكتب كل شيء مفضوع عنها تمام في عندنا كمان سؤال على التعليقات سؤال ما وظيفة القنيات أتوقع مكتوبة خطأ التقنيات كاتبينها ما وظيفة القنيات القنيات هي طبعا وظيفتها تمتد داخلها الزوائد البروتوبلازمية للخلايا العظمية شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلبة على التعليقات طيب نيجي لتدريب آخر أمثلة أخرى ما نوع الضلع في القفص الصدري الذي يرتبط مع الفقرة رقم 14 طبعا عندي الضلع هون طلبوا مننا الضلع في القفص الصدري نوعه طبعا رح يكون الضلع الحقيقي الأخير ما الثنائية الصحيحة فيما يتعلق بعظام الرسغ عظام الرسغ طبعا عددها ثمانية طبعا شو نوعها هل هي سمسمية مسطحة قصيرة أكيد رح نكون عارفينها قصيرة إذن قصيرة وعددها ثمانية ما عدد عظام اليد هنا عظام اليد نتذكر مرة ثانية عندي السلاميات 14 والمشط عن 5 عظمات وعددها 19 عظمة مثال آخر ما عدد العظام التي تتصل بعظمة القص مباشرة هنا مجموعة أسئلة كثير رائعة ومهمة في الوزاري بتمنى عليكم تنتبهوا صياغة الأسئلة هون عدد العظام التي تتصل بعظمة القص مباشرة ما حكى لضلوع إذن عظام إذن بدي أنا أحسب عندي سبع أضلاع حقيقية اللي هم 14 عظمة وعظمتها القص إذن هنا عظمتها القص لازم أحسبهم لأنها من العظام وليس يعني ما حكى لضلوع كمان وتتصل بعظمة القص مباشرة يعني بدي أستبعد الكاذبة ومين والضلعين الطافيين فبيطلع 14 زا 2 16 سؤال آخر ما عدد الضلوع التي تتصل بعظمة القص مباشرة لاحظوا الفرق في السؤال كلمة مرة حكولنا عظام حسبنا طبعا عظمتات ترقوة بس لما حكى لني ضلوع معناها بدي أستبعد عظمتات ترقوة وتصبح العدد 14 نجي لسؤال آخر أي الأرقام الآتية في الشكل المجاور تشير إلى الفقرات التي تسهم في تركيب الهيكل الطرفي طبعا بيحكوا لي أنه في عندنا سؤال على التعليقات لما يجيني سؤال ما الذي يسبب ألم عند كسر العظم بيكون الجواب بسبب الخفرة الدموية بيش المفروض نحكي برضو بسبب وجود الأعصاب في قناة هافرس طبعا سؤالك حلو عزيزة الطالبة طبعا الخفرة الدموية لما يصير في كسر بيصير نزيف فهذه الخفرة بتضغط على الأنسجة المجاورة أكيد يوجد عندي أعصاب موجودة داخل العظام من الداخل وأيضا عظام موجودة في الأنسجة المحيطة فهي المسؤولة عن السيالات العصبية والشعور بالألم برافو نكمل أي الأرقام الآتية تشير إلى الفقرات التي تسهم في تركيب الهيكل الطرفي هذا يا حبايبي سؤال طبعا سؤال وزاري نيجي طبعا في عندي نشوف أكم الخيارات الموجودة عنا الهيكل الطرفي في مين بيرتبط في هذه الفقرات طبعا واضح أنه بيرتبط في الفقرات رقم 4 ورقم 5 عدد سلاميات إصبع الإبهام عددها 2 طبعا نسألكم ضل معنا وقت نكمل ولا انتهى طيب أعزائي الطلاب الثانوية العامة شكرا لكم لهذا اللقاء الرائع وأتمنى أني أفدتكم في هذا اللقاء ونراكم على عتبات المجد أنا المعلمة حمدة سلامة من مديرية تربية شمال الخليل وإلى اللقاء في لقاء آخر اشتركوا في القناة